وزير الإثثمار المؤتمر العربي للإثثمار الزراعي يوسم في الاستراتيجية الزراعية بالبلاد المعادن تعلن طرحة 15 مربعاً للاستكشاف والإنتاج النفطي الوزراء متفائلون بشأن تخفضات إنتاج النفط المشاهدون الكارم في كل مكان لما كنتم أهلاً ومرحباً بكم من الحدث الاقتصادي ونستعرض فيه طائفة من أخبار الاقتصاد المحلية والإقليمية والعالمية وملوف اليوم نناقش فيه تتشين الخارطة الجيولوجية بالبلاد ودورها في دعم القطاعات الاقتصادية المتجاة بالبلاد أهلاً ومرحباً بكم قال وزير الإثثمار الدكتور مدثر عبدالغني عبدالرحمن عند البؤتمر العربي الثالث للإثثمار الزراعي الذي تنظمه الهيئة العربية للإثثمار والإنماء الزراعي يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من فبراير المقبر تحت شعار قذاؤنا مسؤوليتنا يتزامن مع تطورات سياسية واقتصادية مهمة بالبلاد من المتوقع أن تكون للمؤتمر آثار إيجابي على مستوى الإثثمار الزراعي بشقيه خاصة أن المؤتمر يحظى باهتمام العربي وعالمي لهميته في ظل قضايا وتحديات الأمن الغذائي وللمشاركات العربية والعالمية الواسعة إلى جانب المنظمات المعنية والشركات والرجال الأعمال وأشار إلى أن رفع الحظر عن السودان والاستقرار السياسي الذي أعقب التوقيع على وثقة الحوار الوطني يمهيدان الطريق أمام الإثثمارات العربية والعالمية المتعلقة بالأمن الغذائي على وجه الخصوص في ظل تحديات الفجوة الاستهلاكية العالمية يفتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح مساء غدن الاثنين معرض الخرطوم الدولي في دورته الرابعة والثلاثين بأرض المعاد ببر بمشاركة 18 دولة و600 شركة محلية وعالمية وعلن أبو حمد يوسف كرر المدير العام للشركة السودانية المناطق والأسواق الحرة اكتمال جميع الاستعدادات لانطناق هذه الدورة التي ستشهد مشاركة كبيرة محلية وعالمية مبينة أنها تتميز عن سابقتها وذلك بفضل التجهيز المبكر لها بجانب مشاركة دول لأول مرة قال وزير الدولة بوزارة الزراعة والقابات الأستاذ يعقوب محمد الطيب أن العالم يواجه تحدي النقص الحات في الزراعة وفي المياه لافتا إلى ضرورة إدارة هذا التحدي بحكمة بالنسبة للموارد الطبيعية بصفة عامة والمياه خاصة وأشارك وزير الدولة بوزارة الزراعة والقابات يعقوب محمد الطيب في فعالات المنتد الدول التاسع للغذاء والزراع ومعرض العالم الأخضر المصاحب الذي يعقد حاليا في برلين وقال وزير الدولة للزراعة أن المشاركة تأتي لمناقشة القضايا المتعلقة بالزراعة وعلاقتها مع المياه والتغيرات المناخية موضحا أنه دار في الجلسة نقاش مثمر حول ندرة المياه وعلاقتها مع الزراعة باعتبارها أكبر الأشطة الإنسانية المستهلكة للمياه بالإضافة إلى شرب الإنسان والأنعام أكد السفير الدكتور كمال حسن علي مساعد الأمد العام لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع الاقتصادي بالجامعة خلال لقائه السفير الدكتور كرار التهامل من العام لجهزة تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج أكد أهمية دمج اقتصاد الهجرة في الاقتصاد الوطني واتخاذ التفتيبات اللازمة لاستخدام مدخلات المقتربين وإثثماراتهم عبر محفزاتهم في ظل الظروف الراهنة بعد رفع الحصار الاقتصادي عن السودان معلنا تشكيل اللجنة من الجامعة العربية برئاسته لعقد المؤتمر العربي للتنمية وإعادة الإعبار في السودان أغلغ مؤشر الخرطوم اليوم مستقرا عند 3193.301 نقطة وخفض حجم التداول من 26.592.200 جنيه إلى 24.993.240 جنيه بالنسبة انخفاض بلغت 6% وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 249.643 ورقة مالية إلى 49.795 ورقة مالية بالنسبة انخفاض بلغت 8% وانخفض أيضا عدد الأوراق المنفذة من 363 صفقة إلى 103 صفقات بالنسبة انخفاض بلغت 72% وأشهد قطاع البنوك وشركات الإثثمار هذا اليوم استقرار سعر سهم بنك الثروة الحيوانية عند 0.9 جنيه أكد المهندس مصعب مختار نائب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود أن من أهم المشاريع المصاحبة لمشروع مجمع السدية علي عبدرة وستيت مشروع علي عبدرة زراعي المقترح بولاية كسلة وهو أحد المشاريع الكبرى التي ستروى من مخزون بحيرة سدية علي عبدرة وستيت من خلال مخرج مياه الري المقترح بخزان خشم القربة مؤشرا إلى تشييد كبري أو كبار دائما على مجرى النهرين وهما كبري سيتيت وكبري عالي عبدرة إذ يسوي مان في تسيير حركة المواطنين والدفع بعجلة الاقتصاد بالمنطقة للأمام بجانب عدد من الطرق الداخل التي تربط المشروع وقال إن من المشاريع المصاحبة أيضا مشروع مطار الشوك الذي سيسم في نقل واردات المشروع وتطوير المنطقة لأفاق أرحب عبر مساهمته في تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية بجانب كونه يعد مطارا استراتيجيا بولاية القضارف كشفت وزارة النفط والغاز عند طرح 15 مربعا للاستكشاف والإنتاج النفطي بجانب عدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالغاز والعنابيل وقال الدكتور محمد زايد عوض وزير النفط إن الانفتاح الأخير في مجال النفط ستكون له إيجابيات عدة منها دخول العديد من المستثمرين في النفط متوقعا انتعاش القطاع وزيادة الإنتاج النفطي خلال الفترة القادمة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان مبينا أن هذه العقوبات كانت حجر عثرة أمام الإثثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية وقال وزير النفط أن الظروف الآن أصبحت مواتية للقطاع للإنطلاق للأمام بعد إزالة المعوقات كشفا عن دخول عدة اكتشافات جديدة دائرة الإنتاج النفطي واخر العام الجاري مؤضحا أن تحسن أسعار النفط عالميا يسهم في انتعاش الاقتصاد بصورة كبيرة تشنت شركة جرابريك للأنشطة المتعددة بفندق كورنثيا بالخرطوم منتجها الجديد وهو لوحة التحكم لتشغيل طلمبات المياه لدعم النشاط الزراعي بالبلاد بالتعاون مع شركتين نشتاير الالكتريكا الفرنسية وويلو الألمانية الرائدة في مجال الصناعة المضخات وأكد المتحدثون على همية استخدامة الطاقة البديلة والشمسية في كهربة المشروعات الزراعية لتقليل تكلفة التشغيل بحضور عدد من الدستوريين والاقتصاديين أعلنت شركة جرابريك للأنشطة المتعددة بفندق كورنثيا بالخرطوم بالتعاون مع شركة شنايدر الالكتريكا الفرنسية وويلو الألمانية الرائدة في مجال صناعة المضخات عن منتجها الجديد لوحة التحكم في تشغيل طلمات المياه للمشاريع الزراعية كشركة سودانية وتعمل في هذا المجال هم نقدم شنو كنا نفكر أن الطرمبة بس ما كفاية والطاقة الشمسية بس ما كفاية مفروضا نحن برضو يكون عندنا منتج حقنا نخد وننزل عرض الواقع ففكرنا أول حاجة لقين أنه في مشكلة في المواصفات اللي بتجينا من برة بالنسبة للمفتاح بتاع الطرمبة وتقدم شركة جرابريك منتجاتها لضبط وتنظيم عمل الطرمبات والمضخات الزراعية عبر الطاقة النظيفة باعتبارها البديل للطاقات الأخرى وتساهم في تقليل تكلفة التشغيل في كهربة المشروعات الزراعية من أهم مشروعاتنا في شركة جرابريك شركة ويلو الألمانية وهي من أقدم الشركات في مجال الخدمات الزراعية بصفة عامة وصفة خاصة وتعمل شركة جرابريك في استخدامات الطاقة البديلة بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية باستخدام معدات الإضاءة وكهربة المشاريع الزراعية باستجلاب مضخات ومحطات تشغيلية حديثة لدينا شراكة أصيلة جدا مع وزارة الكهرباء ومثلة في الشركة السودانية التوزيع على الكهرباء ونحن نعتبر الموارد الرئيسي لمحطات التحويلية للضغط المتوسط ومن ميزات استخدامات هذه التقنية أن تكلفة التشغيلية للطلمبات رخيصة جدا من ناحية المدخلاء وتعد خيارا نظيفا للبيئة مقارنة بالوابورات التي تعمل بالوقود شركة جرابريك التي سباقة في مجال توفير تقنيات حديثة في الزراعة نحن بدأنا من حيث لدينا الناس واكفين بدأنا نوفر حلول مصاحبة للرينيوبال انيرجي اللي بشهد العالم الآن اللي كان فيها مطمر كبير جدا وقام في دولة الإمارات وتعمل شركة جرابريك للأنشطة المتعددة في مجال الطاقة البديلة وأنظمة إدارة المياه وطلبات الري للمشروعات الزراعية وتشير التجارب في مجال الطاقة الشمسية والبديلة إلى محفزات الاستفادة منها لجدوها الاقتصادية في دعم الاقتصاد الزراعي بسودان ألم بكم من جديد عقب الفاصل ننتقل بكم لمناقشة ملف اليوم اشتركوا في القناة